قال شكب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن موظفي وزارة التربية الوطنية أضحى يتوفرون على نظام أساسي موحد يدخل ضمن قانون الوظيفة العمومية ويطبق بنفس الحقوق والواجبات على جميع موظفي الوزارة على مستوى الحركة الانتقالية والمسال المهني والامتحانات كان ضروري أولا ضمان إنصاف هذا الرجال ونساء التعليم تعزيز الجاذبية دي المهنة التدريس تكييف النظام الأساسي بشيرجع ياخد بعين الاعتبار الخصوصية دي هاد المهنة ماشي هو نظام أساسي ماشي كباقي الوظيفة العمومية في الحقيقة كانت مناسبة أيضا باش بعض الوضعيات اللي يمكن ما كانش فيها كان فيها تفاوتات ما بين هيئات منها موضوع ديال المتعاقدين نحلو هاد المشاكل واحنا اشتغلنا بصفة منتظمة مع الشركاء الاجتماعيين السيد ناتق باسم الحكومة تكلم على تقريبا 30 اجتماع اللي تمت خلال هاد الفترة منذ بداية يناير يمكن نقول لكم هاد مناسبة بالشنوه بالفرقاء الاجتماعيين وبالحركة النقابية لمثلات ولواكبات هاد العملية يمكن نقول لكم بان النقاش كان نقاش حاد وحد العدد دي المواضع ويمكننا كان الوزارة هيئة واحد المشروع وحدها النتيجة ما تكونش هذه النتيجة اشتركوا في القناة